ترجمة نانسي قنقر 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 ولذلك أقل المواد المحسسة هي سيليكون والسيليكون هو غالي نادر لما يكون الأنابيب هي سيليكونية فغالبا هي بلاستيكية والبلاستيكية بتعمل الحياة مترية لرياكشن شديد كتير وكلما كانت قريبة من السيليكون كلما قلت هذا الاختلاط ثم والمالبوزيشن والمالبوزيشن الحياة غالبا تكون القنيات الخزع الرغامة التي تكون إما تحكي في الوجه الأمامي أو الوجه الخلفي لجدار الرغامة ومكان هذا الاحتكاك الطويل سوف يولد نسيج حبيبي ونسيج حبيبي سوف يحدث تضيقا إذن هذا هو الآلية الرابعة الآلية الخامسة هي نقص التروية نقص التروية ليست نقص التروية الموضعية هي نقص التروية في سياق والذلك هذه الآلية الخامسة التي اتهمت لإحداث تضيقات الرغامة بهاد المرجع تحكي تيوب سايز عن أنما لا ينتخب الأنبوب أو حجم الأنبوب المناسب إما أكبر من اللازم أو أصغر فممكن أنه يؤدي إلى تضيقات بسبب حركته داخل الرغامة أو إذا كان كبير بسبب ضغطه بشكل رئيسي على الغضروف الحلقة الذي هو يعتبر أقل حلقة في كل الأنبوب في كل الرغامة إذن تم يعدي خمس آليات لتشترك إحداث هذا التضيق الضغط البالون الامتعنات ما حول الأنبوب الارتكاس لمادة الأنبوب التوضع السيء ونقص التروية وأخيراً حجم الأنبوب كيف نشخص تضيق الرغامة إحنا دائماً نقول أنه القصة والفحص السريري يشخص 80% من الأعراض إذن هنا عندنا لازم يكون قصة هلأ بنحكيها وفحص سريري يتأكد ذلك أو يوحي التشخيص بالتصاوير الشوعية ومنذ الآن نقول أنه أفضل تقييم لتضيقات الرغامة خاصة النتبية هو برونكوسكوبي وتنظير الرغامة اللي حنشوف كي أولاً المريض يكون انفطب عن المنفسة وتخرج إلى منزله كان بحالة تنفسية جيدة بعد ما يقرب من شهر من هذا التخرج أو من الكطام يعاد تعاوده شك وضيئة النفس وعندما يظهر عند المريض ستريدور أو صرير يعني ذلك أن هذا تقريباً مية بالمية يمكن يعتبر هذا تضيق رغم ما بعت التنبيب ممكن نسمع وزيز ولكن الوزيز يفرق عن الربو أنه وزيز شهيقي أو وزيز شهيقي زفيري بينما بالربو معروف أنه هو فقط زفيري ممكن يجي المريض بيكون التشخيص مانو واضح ومفكرينه مشخصين له خطأاً أنه ربو وآخذ كميات كبيرة من الكورتيزون حتى جاي بإعراض كوشينغ أو ما شابه خطأاً ويجب أنه نوي أن هذه أسرة تنفسية وستريدور لا تحدث إلا إذا نقصت لمعة الرغامة عن سبعين بالمئة من القطرة الطبيعية إذن لا تحدث في التضييقات بسيطة تحدث في التضييقات شديدة إذن لا ننتظر حتى يحدث بنفس وستريدور ممكن عندما يشكل مريض من زلة جهدية بعد ما كان على المنفسة لازم ينشك بتضييق رغامة ولو كان بسيط أما تكون تضييق شديد حي يظهر الصرير بشكل واضح أما الدراسة الشوعية هل تصويت طبق المحوري جيد لتشخيص تضييقات رغامة الجواب لا شو السبب لأن هذه تضييقات في جدار الرغامة لا يمكن أن يكشف تصويت طبق المحوري إلا زعمنا إعادة التركيب لهي رزولوشن سيتي سكان وأنا ممكن نشوف بعض التضييقات ولكنها فقط توحي إيحاء إلى وجود التضييق ولكنها لا تعطي معلومات وافية عن التضييق الـ M-R-I كمان بيشبه الـ Reconstruction هذا أيضا يعطي فكرة عن التضييقات ولكنه لا يكفي لأخذ قرار بأي علاج من العلاجات القرار لا يؤخذ إلا بتنظير القصبات لا يؤخذ إلا بتنظير القصبات هون شايفين إعادة التركيب شايفين أنه تضييقات هون طبعا هاي الحنجرة هون بالعالم عن تضييقات أنه بيوحي أنه فيه تضييق ولكن لا من نقدر نعرف شدته ولا نقدر طوله فقط يعطي فكرة ولكن ليست دقيقة هذا M-R-I مثلا سهمي لمريض أيضا عنده كان كان على المنفس يتضييق رغامة هون شايفين شبه مزدودة وفي خزع رغامة وطبعا هذا لو لا الخزم ما كان عايش هذا المريض أيضا يعطي فكرة لا بأس فيها الـ M-R-I ولكن نحن هون لنعرف هذا التضييق إلا بعد شوية من نشوف قدش بعده عن الحبالة الصوتية قدش بعده عن الظروف الحلقي قدش شدته فهذه المعلومات لا نأخذها إلا من تنظير القصبات إذن تنظير القصبات هو حجر الأساس في تشخيص تضييقات رغامة النبية وممكن يكون بطريقتين ممكن يكون بفايبرو أبتيك متى نعمل فيبرو أبتيك إذن مريض ستيبل يعني ما عنده تضييق شديد ظلنا أنتوا كل ياتوا خاصة أطباء الداخلية ويتم ينظروا مريض وعنده تضييق رغامة عندما يصل الأنبوب إلى منطقة تضييق المريض يسحب الأنبوب من أنفه فورا لأنه ما يتحمله لأنه يسد هذه الفتحة الصغيرة يسد هذا الأنبوب إذن إذا كان مو شديد تضييق فكتير مناسب أنه ينظر فيبرو أبتيك يعطيه معنومات يعني تقريبا عن شدة تضييق بعده عن الحبال الصوتية وما شابه أما إذا كان إنستابل يعني جاي بحالي قصور تنفسي حالي سيئة على ذلك أن هناك تضييق شديد هنا ممنوع نعمل فيبرو أبتيك لازم نحول المريض فورا على الرجيد ليش؟ لأنه منقدر أنه ننظر نعطي أكسجين للمريض وبنفس الوقت نقدر نوسع هذا التضييق وإذا وسعنا نقدر نتجاوز بالمناظير هذا التضييق وبالتالي نعرف معلومات عن بداية التضييق ونهاية التضييق وحالة الرغام قبل التضييق وحالة الرغام بعد التضييق وحالة حبار الصوتية وحالة الحنجرة بشكل جيد هذه المعلومات التي مهمة جدا لاختيار طريقة العلاج هي منقدر ناخدها بشكل جيد بالرجل برونكوسكوب هلأ شخصنا تضيخ رغاما ما هي الامكانيات العلاجية سبق وقلنا طبعا في رابطيك مدوليتيز في عنا ذكرتوني خمس إجراءات علاجية سيرجيكا ريسكشن أندركنسركشن يعني نقطع المنطقة المضيقة ومفاغر بين القطعتين السليمتين ديلاتيشن أنه وسع أو نستخدم الليزر أو أحيانا إذا ما في الليزر ممكن يفيدنا الاندوبروتازي يعني ستينت إمتى مستعمل ستينت إمتى ما مستعمل ستينت وإمتى لازم نعمل تركترستومي أو لا. الحقيقة لحتى نختار هدون في عنا عوامل كتير تلعب دور في هذا الموضوع هنشوف هلأ بسلايد التاني في عنا على الأقل عشر عوامل 10 فاكتورز شوز ذا تريتمينت موداليتي كيف حالا؟ هلأ لحذكرون هيك بشوية تفصيل بس لحتى خاصة أنه بهذا القروب الفرعي الصدية في عنا جراحين صدر مقيمة جراح صدر لازم يعرفوا هذا الموضوع عمر المريض يعني ذلك إذا بنعمل تصنيع للرغامة فأفضل شيء عند الشباب لأن الرغامة تكون ما تزال ما بنقدر نقول مرينة إنما ممكن إنه الطول معنا أكتر من عند الكبار بالعمر ومثلا ممنوع نعمل تصنيع رغامة عند الأطفال لأنه ندبة الخياطة الرغامية لن تنمو مع العمر إذن ما بنعمل لا عند الكبار كتير كتير بالعمر ولا عند الصغار بكتير بالعمر العمار نتواصلتها كتير مهمة لتصنيع رغامة وإذا ما قدرنا نعمل معنا نستعمل البدائل يعني التوسيع والليزر والستينت وما شاء الله ثانيا الحالة العامة للمريض مهمة جدا حتى نقيم حتى ناخد قرار شو أحسن طريقة يعني عملية تصنيع رغامة هي أحسن شيء أحسن طريقة ولكن ولكن لا تجرل لكل مرضى يعني لازم المريض يكون فيد بصحة جيدة لا عنده قصور تنفسي لا عنده قصور قلبي لا عنده قصور لا عنده CVA يقدر يمشي يقدر يسعل يقدر يتجاوب معنا حتى نقول أنه هذا لازم نعمله عمل جراحي بعدين نفس الشيء أنه ما يكون عنده دي النفس يمنعنا من العمل الجراحي الكبير موضع التضيق مهم جدا جدا يعني أسوأ أنواع التضيقات الرغامية اللي بتكون عند الغضوف الحلقي بينما التضيقات الجيدة بتكون تحت الغضوف الحلقي يعني جيدة للتصنيع أصدق أما والمداخل في الرغامة العلوية والمتغسطة يكون من العنق بينما المداخل اللي تصنيع الرغامة للسلسل السفلي للرغامة يكون عن طريق الصدر فتح صدر جانبي أيمن علوي طول التضيق طول التضيق مهم مكتير طبعا لذلك هذه الأشياء لا نستطيع أن نأخذها إلا بالتنظير إذا التضيق مثلا أقل من واحد سانتي فأفضل شيء أو نص سانتي أو في شكل رف فأفضل شيء نستقصه بالليزر أما بين الواحد والأربع سانتي فهو مناسب لتصنيع الرغامة أكثر من أربع سانتي ما ممكن نستقصر من الرغامة والتاني نستعمل بداء الأخرى إذا طول التضيق مهم مكتير لأخذ قرار بهذا الموضوع قل من واحد سانتي ليزر أكثر أربع سانتي ما في عمل جراحي بين الواحد وأربع سانتي أنسى بشي الاسترصال الجراحي حالة التريكيا يعني هل هي فيها التهاب فيها حبيبومة فيها فطور فيها كذا إذا كانت لازم حتى نعمل عمل جراحي تكون باقي الغشاء المخاطئ للرغامة كله بحالة جيدة إذا كان فيه إصابة من أجل العمل جراحي حالة الحنجرة إذا فيه تضيق الحنجرة لا أفكر أبدا بالتصنيع الرغامة لأنه ما فيه فائدة بالتصنيع الرغامة والحنجرة متضيقة وعن ذلك يمكن نبقى على شيء اسمه فغر الرغامة الهوسبتال فسل في يعني إمكانيات المستشفى شو هي هل نقدر نعمل كل شيء ممكن يعني ممكن نحط ستين ممكن نحط نعمل استعمال ليزر ممكن نعمل ممكن أو ما ممكن كمان القرار حسب إمكانية الموجودة متاحة بين إيدينا مثل ما حكينا المستنت المهمة يعني هالمريض عنده تراكيستومي أو ما عنده يعني إذا عنده تراكيستومي طبعا بيصعب لنا التصنيع الرغامة ولكن ممكن يفيدنا إذا حطينا استنت منتقمري داخل الرغامة وعبر تطلع جزء مننا عبر خزار الرغامة إذن هذه العوامل العشرة هي مهمة جدا لأخذ قرار شو أحسن شي عند المريض نقدر نختصر الشي اللي شكنا هاد ممكن نختصر به الثلاث أشياء إذا عندي تضيق بشكل 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 ويب بشكل رف فأفضل شي يستقصر بالليزر لأنه هذا ما بيستهل أنه يفتح إيصن الرغامة وإذا عملنا بالليزر ما بينكوس عادة أما إذا كان دائري فمتل ما حكينا أفضل شي نعمل يعني نستقصر من هون لهون نرجع نفغر الجزئين السليمين بالشروط اللي إلناها وهي تعتبر العلاج المفضل أما الحالات المعقدة أو أن المريض نن أبرابل هنا بقى عنا البذائل يعني عنا التصنيع أو التوسيع عنا الفتح بالليزر عنا وضع الستين شايفين كي طبعا هدون هن بدائل إذا المريض إما التضيق ومعقد مثلا الرغام سعيد في حالة إتهاب أو في جراني لوم أو الحنجرة فيها شيء طبعا ما حطي هنا تركي ستومي أنه ما تطرقوا لهذا الموضوع طبعا هذا من المقال اللي تلكنا عليه لونج تير بكمبليكيشن منبب إجاب عنهم ستريدور وضيء نفس كان عمل تركي ستومي طبعا هذا على التضيق أو الإنسلات لا يوجد تركي ستومي لا يوجد هذا فطبعا لكم شاب كان حالة عامة حسنة فأفضل هذا هو تصنيع لنصصر هذه المنطقة ونفغر بين الجزئين السليمين ما آلية أنه مضطر الحياة لحط تقنيات جراحية مثل ما حكيت مقيمين الجراحة الصدرية برات التكنيكس أول كل وضعية درق يعني المريض نحط تحت ظهره مخدة ومنبس وطراشه أكثر ما يمكن مثل ما يكون شايفين مثل أمنيات الدرق بعدين المريض طبعا حتى يخدر المخدر هو منطقة متضيقة ولازم يدفع أبوه ما تحت منطقة التضيق إذن لازم نعمله توسيع للتضيق إذن أول كن نعمل توسيع للتضيق لحتى المخدر يقدر يعمل لحتى ينبب لداخله رغمه أسفل منطقة التضيق بعد من نفتح الجرح بشكل معترض ومن سلخ طبعا نفتح الغد الدراقية ومن سلخ المنطقة والتسليخ من الآن أقول لكم يجب أن يكون التسليخ على جدار الرغمه تماما لا يبعد عنه ولا ميلي السبب لأن العصبين الراجعين طبعا معروفين بيمشوا 2 ميلي عن جدار الرغمه فإذا نحن سلخنا بعيد سنضرب وندون إذا نسلخ على الحلقات الرغمية تماما يعني نمشي على الغداري باليمين وباليسار وحتى نوصل من الخلف الرغمه من اليمين إلى اليسار إذن على كامل محيط الرغمه المنطقة المتضيقة كاملة نعمل على جدار الرغمه لنضرب العصبين الراجعين لازم ننتبه ما نضرب المري بالخلف كمان من وجه الخلف للرغمه نمشي عليه تماما لا نعمق لأنه نفتح المري بصير مشكلة كبيرة بعد ما نعمل التسليخ يمكن بصورة يبين أنه التسليخ بعد ما نعمل التسليخ لا هي ما في شي بعد ما نعمل التسليخ لازم نستقصل التضيق ومنقص الرغمه المنطقة المتضيقة ومنستقصل التضيق وحتى نعمل ذلك مثل ما يكون شاكين لازم ننبب المنطقة البعيدة من الرغمه من داخل من ساحة العمل الجراحي لحتى نأمن تهوية للمريض الأول بيكون عن طريق مثل هالأبوب عن طريق الحنجرة بينما نقطع أثناء القطع من نبب محيطي بعدما ننبب محيطي شو من نساوي؟ من نعمل خياطة خياطة للمنطقة العلوية مع المنطقة السفنية وتكون خيطان أول كلمة ممتصة نوع البايكريل عادة 2-0 إبري مدورة وتكون بين القطبة والقطبة 2 ميلي وعمق القطبة يعني جدار رغامة 8-2 ميلي ومنعملهم يعني بشكل دائرة أول كنصف الدائرة مثلا اليسرى منعلقها مع جنب بعدين نصف الدائرة اليمنى منعلقها مع جنب والقطعتين متباعدتين مثل ما نشايفين بالشكل هذا إذن أول كل شايفين منحط الأطب من الخلف إلى الأمام بالأيمن وبالأيسر ومنعلقهم كل الأطب على بنس على بنس وقت لي من ننهي كل الخياطات دائريان منريد منرجع منسحب الأمبوب اللي نببنا في القطع البعيدة للرغامة ومنرجع الأمبوب اللي داخل الحنجرة منخلي يعبر منطقة المفاغرة يعبرها عبر القيطان طبعا إلى الأسفل حتى نأمن تهوية بعد ما نخليها يعبر نطلب منقيم المخدم تحت المريض فما شو بيساوي بيتقربوا هدن لبعضهم بعدين مو بس المخدم تحت كتاب المريض منحطها تحت رأسه وشو بيصيب نعطف الرأس المريض ما عطف حتى تتقرب كتير هدون ونكون حنا أطبط تعليق هون بالرغامة وأطبط تعليقهم نطلب من المساعد أن يشدهم لبعضهم حتى يتقربوا الحافتين إلى بعضهم بعد ما يتقربوا نصير منعقد أطبة ورأط نبدأ من الخلفة إلى الأمام بالأيمن وبالأيسى شايفين كيف والمريض طبعا عاطف رأبته إلى الأمام بشدة لحتى ما يصير شد على منطقة المفاغرة بعد ما تنتهي كافة العقد من قصة شو لازم نساوي لازم نغطي الخياطة معنا إما بنسيج درقي إذا موجود أو بعضلة لأن هذه العقد ستكون خلف الشريان الجزعي الوريدي العدد الرأسي الأيمن وإذا تمت ستعمل ناسور رغامي شرياني من أحد اختلاطات هذه العملية إذا ما غطينا فصلنا بيناتو ناسور شرياني رغامي إذن بعد ما نعمل خياطة لازم ردنا نرجع الأنبوب من عبر الحنجرة الأنبوب الرغامي من نعطف رأس المريض هو لازم الحقيقة كمان بعد العملية نربط دقنه بالصدر اللي مدي بين أسبوع لعشر أيام ريد ثمان تشفى المفاغرة أو يعني تلحم المفاغرة الرغامية بعدين من قيم هذا لو نسمح بعدين للمريض تدريجيا نرفع رأسه في هذه الفترة بين أسبوع لأسبوعين لازم نعطينه تماما بالترطيب الطرق الهوائية لازم نريض يبقى دائما على أكسجيل رطب أو هواء رطب حقيقة كل الوقت وإذا كان شعرنا أنه فيه أي ضيق نفاس نعمل تنظير فيبرو أبتيك عبر الأنف لحتى نشوف إذا فيه متوضع على المفاغرة مثلا خسرات أو 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 دم أو شيء بنسحبهم لحتى تم المفاغرة سليمة للشكل هذا بنكون أنهينا المفاغرة end to end enistomosis وهقلنا أنه هي أحسن وسيلة لتضيقات وما أحسن وسيلة علاجية كلما أمكن ذلك البدائل هو يعبار عن توسيع والتوسيع إما بيكون بنفس المناظير عم يكون عنا منظار صغير فالأكبر فالأكبر ندفع أول واحد بتوسيع شوين الأكبر شوين الأكبر بعد منه الأكبر منهم أنا شخصيا بيستخدم موسعات المعدنية كمان متدرجة في القطر بين صغير إلى أكبر إلى أكبر أولا في حالات الإسعاف يعني المريض إجاء مثلا من منطقة بعيدة أو جعل من السشفى هلأ عنده تضيق شديد وشكل اختناق طرين واسع له أنا هلأ بهالوقت هذا ما منقدر نحن نعمل لا عمل جراحي ولا نقدر نقيمه مظبوط لمدة فمنعمل توسيع رئيسة ما أنه نقيم وتقييم كامل ونشوف القرار العلاج إليه أو مثل ما حكينا ببداية العمل الجراحي حتى نعمل الأنستوموزيز كمان نوسع الرغامة مثل ما حكينا هلأ في بعض الحالات إحنا من أحد اختلاطات مفاغات الرغامة أنه ترجع وتضيق في نسبة عشرة بالمئة إذا تضيقت فأنا بوست إنسوموزيستينوزيز هذا مضطرين بقى نوسع له توسيع فقط هذا الإصطفاب الثالث إصطفاب الرابع إذا في عندي مضاد إصطفاب للإستقصال لأي سبب مثلا تضيق طويل تضيق على الغضروف الحلقي عند الأطفال أنا مضطر نوسع له ربما توسيعات متكررة أم إنما هذه الطريقة هي ليست يعني هي الناجعة والدائمة لازم لقي حال تاني عوض هذا التضيق عوض هذا التوسيع هلأ هاي حالة مريض مثلا خمسة وسبعين سنة كان عنده CVA وبالتنظير وتم long period intubation تم فتاة طويلة على التنفس إصطناعي خلف تضيق طويل في الرغامة وعنده تركيستومي فهذا شو منعمله هذا منحط له ما تسمى مونتغمري ستينت يعني هاي ستينت بشكل تي هاي جزء من النار داخل الرغامة عابر التضيق فبيفتح بسكر هاي الفتحة هون بدر يحتي بده يتنفس بيستحها هاي هذه المونتغمري هي مرحلة من مراحل علاج تضيق ريس ما يصير المريض قادر على أنه نعمل علاج آخر عادة مثل قطع الرغامة أو ما شابه شايفين هاي المونتغمري هذا داخل الرغامة هذا من عبر الخزع إذن الاستينتات السيليكونية حقينا المنتغمري واحدة منهم ممكن تكون مستقيمة إذا عنده تضيق طويل بس ماكي عندي خزع رغامة ممكن تحطها داخل الرغامة بالشكل هذا أد ما كان طويلة في عنا أطوال مختلفة وأقطار مختلفة تناسب كل الأعمار وكل الأقطار ممكن نكون للرغامة والقصوات ونقدر ما نستخدم هدونا عادة هدونا يستخدموا حقيقة لتريكيو ماليشيا لتلييونات الرغامة أما الوايار ستينت المعدنية فهي تستعمل فقط للسرطانات للأمراض الخبيثة يعني بعد ما نفتح تضيق داخل ورام ضيق الرغامة نحط له ستينت لأنه هذا حين كوس ستينت معدني هاي عندما نضع لا تستأصل لا تنزع بينما السيليكونيات من كبأي وقت أنه ننزع ونلاقي طريقة ثانية بالعلان شايفين في عنا للرغامة في عنا للقصبات شو السطفابات للستينت طبعا حكينا أنه المعدنية للماليقنا تراكيو برونكيا ستينوزز تواقعة من السعمل المعدنية للأورام اللي مرتشحة برغامة والقصبات أما البناين تراكيو وما مناسبة للعمل الجراحي نستعمل لهون السنتات السيليكونية تراكيو ماليشيا نستعمل كمان السنتات سيليكونية لأن السموز ستريكتشار إذا كان عودة تضيق وما مش حال بالتوسيع المتكرر وقتا من الطريق نحط كمان ستين هلا تراكيو السوفيجيا الفيستولة الحقيقة مستعمل السنتات المعدنية حصرا للنواسير الخبيثة بينما السليمة عادة لا تفيد فيها السنتات بالمحاضرة القادمة هنحكي عن النواسير الرغامية المريئية ونشوف طريقة علاء أنواعها وطريقة علاجها هذا جهاز الليزر يتألف من قسمين قسم علوي وهو منبع الليزر وقسم سفلي للتبريد هيا هو عادة انديا عيار قوة ستين واط نستخدم معادة بالطرق الهوائية هلا أشوف الانديكيشن للليزر ترابي إما يعني أصير كتير بشكل رب أو نستعمل كتير بالماليقنا يعني مثل هذا الورام شايفين كيف ينضيق الرغامة هذا ينفتح بالليزر بعدين نضع معدنية منع من عودة نكس التضيق إلى هذا الرغامة طبعا هاي كلها إجراءات ملطقة بس لتأمين طريق هوائي سالك إذن الليزر إما للتضيقات النتبية السريمة القصيرة أو للتضيقات السرطانية هلأ بهالمخاضرة أنا أنهيت بوس انتوبation تراكال استينيوزيز هي حالة خطيرة خاصة إذا كان التضيق شديد كتير يجب أن نحط بالبال لذا كل المريض صار يشكي من ديء نفس بعد ما كان على التنفس الصناعي خاصة لفترة طويلة لازم نفكر فيها نحط تشاخص خاطئة مثل الربو وما شابه لازم تتشخص مبكنا وبالتالي التعالج مبكرا والبرونكوسكوبي هو والعلاج عادا معقد كل حالة تعطى قرار لوحدة حسب ما حكينا في عنا عشر عوامل ذكرتهم هن يلعبوا دور في تحديد أفضل طريقة لعلاج تضيقات الرغم النتبية أشكر لكم إصاقكم أيها الزملاء وأرجو منكم إذا كان في طبعا هذه المحاضرة سوف ترفع على اليوتيوب على الموقع التابعي دكتور بسان درويش يوتيوب إذا كان لاحظتم أنه في صعوبة بالوصول إلىها أو شيء يرجى منكم أنه تخبروني حتى نتلافع هذه الصعوبات التقنية وأتمنى لكم التوفيق والنجاح على الدوام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر